كيلو باترا أيضا كان دور مهم رغم أنه ما خدش نفس نجاحها سمهانك وتعرض الانتقادات في حينها هل الانتقادات دي كانت للإنتاج ولا الانتقادات دي لأن زوجك وقتها المخرج سيد وقل رمضان هو اللي كان المخرج صحيح لماذا الانتقادات في رأيك لكيلو باترا الانتقادات طبيعية طبعا الانتاج يعني أولا أنا بكون يعني كتير حظي حلو أنه أنا قدرت أعمل هاي الشخصية اللي كل ممثلات العالم يعني بتحلم فيها بالوطن العربي وبمنطقتنا ولا مرة نعملت نعملت بره كتير بس هون نحن على الصعيد المصري أو السوري أو يعني العربي ما صارت فأنا كنت محظوظة أنه يعني شركة الانتاج تبنت طبعا شركة الانتاج المصرية عملت وقدمت جدا جدا بس أد ما قدمت أد ما عملت كيلو باترا أو العمل المصري القديم بده بده شي مذهل بده شي مبهر حاولنا قدر المستطاع بس كنا أمينين على الوثيقة التاريخية كنا أمينين أنه نقدم رسائل إنسانية كنا كتير في حالة يعني مصداقية مع التاريخ مصداقية مع الدراما مصداقية مع الخيال اللي ما بيأثر على الوثيقة التاريخية أنه نقرب كيلو باترا من الناس يعني أنا مثلا فيما بعد كتير في مثلا طلاب مصريين عم يعملوا دراسات عليا أو مثلا في أبحاث يتصلوا معي لحتى يسألوني عن هي الشخصية فأصبح المسلسل بشكل أو بآخر مرجع لا بأس فيه الانتقاضات طبيعي يمكن كمان أوقات اللغة الفصحة ممكن تعمل شوية بعد يعني أو 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 بس عملنا اللي علينا وكان العمل جيد أكيد كان بيطلع أحسن بكتير بس مثل ما قلتلك يعني هو العمل قد ما تقدم له إنتاجين رح يضل لا يعادل مشهد واحد من فيلم كيلو باترا لكن الآن هناك هجمة على الثقافة العربية عموما على الثقافة الفرعونية والمصرية القديمة بكيلو باترا الأفروسنترك ومحاولة لاختطاف هذه الحضارة لأن تكون حضارة إفريقية مع احترامنا ويكون الحضارات المختلفة وبطائرة فيلم على ناتفليكس وإحنا بنغضب هل الغضب كافي يعني هل إحنا مش قادرين فنيا مش بقول تاريخيا ولا حضاريا فنيا أن نحافظ على حضارتنا وأن إحنا نقدمها بالشكل اللي يليق بيها طبعا قادرين يعني طبعا قادرين أنه الثقافة المصرية اللي موجودة والراسخة والتاريخ المصري اللي أبهر الناس كلها فأكيد قادر والشعب المصري يقدش فيه إمكانيات ثقافية وإمكانيات فنية عالية فأكيد قادرين بس موضوع يمكن هلأ الأزمة المالية العالمية أكيد يعني هذا الشيء بيوقف بس فكرة أنه يتم تقدمها كمرأة سمراء وطبعا ده بعيد تماما عن الحقيقة عن الحقيقة لأنه طبعا لأنه هي شخصية أغريقية بطليمية وسواء شو ما كانت تكون بس أنه تزوير التاريخ بهذه الطريقة صعب فبتحسي هلأ أنه لما بتشوفي أنه قديش ممكن يكون من الساهل تعملي عمل فني وتزوري التاريخ فبتحسي أنه حتى التاريخ الأرنا طب إذا هلأ التاريخ عم يتزور قدامنا لكن من زمان شو كان فللأسف بس هو المفروض أنه مثلا الكل يعمل شيء عمل فني مضاد ممكن يكون فيه غضب فيه استياء فيه فيه بس المهم ينعمل عمل فني مضاد المهم يكون فيه فعلا خطة حقيقية لنشر الثقافة لتوضيح الحقائق لأنه هذا جزء من واجب الشعب شكرا